يواصل جيش التحرير الصحراوي التصعيد العسكري ضد جيش الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ما دفع نظام المخزن للتراجع عن سياسة التعميم التي انتهجها ضد عودة الحرب شهر نوفمبر من السنة الماضية وبعد يوم واحد من البيان الرسمي للرئاسة بشأن مقتل ثلاث مدنيين جزائريين يتحدث المغرب لأول مرة عن قتال بين الجيش الصحراوي وقوات احتلاله في الصحراء الغربية حيث اعترف مصدر الرسمي مغربي في تصريحات لوكالة فرانس بريس بوفاة ستة جنود على الأقل من القوات الملكية المغربية نتيجة الاشتباكات مع الجيش الصحراوي هذه هي المرة الأولى منذ انهيار اتفاق وقف اطلاق النار في أعقاب عدوان 13 نوفمبر 2020 التي يبلغ فيها المغرب عن نتائج الخسائر البشرية في القتال ضد جيش التحرير الصحراوي اعتراف يتعارض مع الرواية الرسمية بأنه منذ اندلاع الحرب اختارت الرباط ارباك الرأي العام بانكارها القاطع لوقوع حرب في المستعمر الاسباني السابق ونكرانها لوجود أي ضحايا هذه المرة ونتيجة لتصعيد الجيش الصحراوي لأعماله القتالية اضطر للاعتراف بمقتل ستة الجنود مغاربة وفي السياق ذاته نفذ مقاتل جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الخميس هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعي الكتلة والمحبس حسب البلاغ العسكري رقم 357 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني وأبرز البلاغ أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أجبلات الخضر بقطاع الكتلة ومناطق أودي الضمران وكانت مفارز متقدمة من بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت نيران أسلحتها يوم الأربعاء ضد القوات المغربية الغازية بمناطق تجالة الطلح بقطاع أمد أدريكا وقدرة المارس بقطاع حوزة